مرحبا. منذ فترة خرج الرئيس الفرنسي ماكرون بمبادرة للاعتزار من كل التجاوزات والألم الذي سببه الفرنسيين للجزائريين خلال الاحتلال الفرنسي والذي حدث منذ ستين عاما. على مبدأ بأننا لا نستطيع تجاوز الألم إذا لم يتم الاعتراف به. الكتاب الذي خرج مؤخرا والذي تتحدث فيه أغلب الصحف الفرنسية اليوم يتحدث عن قضية عائلية جدا 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 تحدث في الطبقة النخبوية التي لا تمس عادة في الفضاء الأوروبي أو الفرنسي أو في أي فضاء غربي. هناك الكثير من الأسرار التي تحدث في العائلات ونحن لا ننتبه لها. هذه القصة هي سلسلة أنا برأيي من انفتاح كبير في الحضارة الغربية نحو حماية الأضعاف. بدأت من زعاهد العقودية أعطينا حقوقا أصبحنا ننظر أكثر إلى العبيد على أنهم بشر مثلنا. ومن ثم أخذت هذه خطوة أكبر عندما أعطينا حرية للمرأة بشكل معين. اليوم هناك حركات كثيرة اليوم في العالم تظهر وهي جزء من هذه الموجة التي تفكر بالأكثر ضعفا في المجتمع وتحاول أن تحميه وأن ترد حقوقه له. هذا الكتاب وكأنه جاء صيحة أخرى من صيحات العالم الغربي ليتحدث عن المستدعفين. كما هي كانت حركة ميتو التي تعني بأن هذه القصة حدثت معي أيضا. والتي هي فتيات يتحدثن عن تعرضهن للتحرش في مناطق العمل في الغرب. هي أيضا جزء من بلاك لايفس ماتر أيضا. حياة السود أيضا هي مهمة كما الآخرين. هي أيضا جزء من هذه الحركة الجديدة اليوم التي يحاول البرلمان الفرنسي أن يسن قوانين فيها وهي حماية حقوق الحيوانات والتي يتصدى لها الكثير من اللوبيات الفرنسية. لوبيات الصيد الكثير التي لها الكثير من التأثير في فرنسا. أيضا هناك اليوم هذه الحركة التي تتحدث فيها عن التحرش الذي يحصل في العائلة. أدرك جيدا بأننا ندخل إلى موضوع في الكثير من المحرمات والكثير من الخطوط الحمراء وفي مجتمعاتنا العربية التقليدية المحافظة أكثر منها في هذه المجتمعات الغربية. زوجة بيرنار كوشنير وعشيقة في دالكاسترو سابقا أيضا تتزوج من أوليفي دياميل. أيضا أحد النخبة الفرنسية الكبيرة الذي استلم مناصب كثيرة كمستشار لرؤساء الفرنسي منذ عهد متيرون إلى اليوم حتى في عهد مكرون. هو أيضا كان يصدق على كل القوانين التي تخص الدستور الفرنسي كان لديه منصب من أعلى المناصب الموجودة في فرنسا. كما يقال هو النخب أو الأسماء التي لا تمسط له. قرب كثيرا إلى كل الشخصيات الكبيرة حتى في العالم. هذا الشخص الذي يربي أطفال زوجته كأنهم أطفال له هو أب محب جدا هو أب كريم وأب منفتاح. وتأتي اليوم بعد أربعين عاما تأتي الطفلة بالتبني لتتحدث عن قصص أخرى عن دياميل الذي يستغل أخاها بطفولته. تريد أن تقوم برفع هذا الألم الموجود في صدره منذ سنوات. هذا الألم الذي أسرته لوالدته ووالدته منعتها من الحديث فيه إلى الآخرين. يبدو أن الكثير من النخب الفرنسية كانت على علم بقضية جيميل ولكنهم آثروا الصمت. نتحدث عن مجتمع غربي منفتاح في الكثير من الديمقراطية والكثير من القوانين التي تحمي الأطفال وحتى المراهقين. هكذا قصة خرجت إلى العلن عن طريق كتاب كتبته المحامية التي أصبحت محامية الفتاة بالتبني كامي كوشنير تتحدث فيها عن مأساة إنسانية حقيقية. عن معاناتها في هذا الألم التي لم تستطيع أن تشاركه مع أحد. واليوم بعد وفاة والدته قررت الإفساح عنهم. هذه القصة أدت إلى انتشار كثير من القصص الأخرى المشابهة عن حالات لاستغلال الأطفال من زوية القربة العائلة المقربة سفاح القربة. اليوم بين كل خمس فتيات صغار أوروبيات يتم الاعتداء على واحدة من قبل الأقارب. من بين 11 صبي أو ذكر واحد يتم الاعتداء عليه. أغلب المعتدين 98% منهم هم من الذكور. وكل الحالات التي صنفت في المحاكم ضد هؤلاء المعتدين خرج منها المعتدي بريئا. لماذا؟ لأنه لا يوجد دلائل كافية لتضعه في السجن. هناك كلمة الطفل مقابلة لكلمة الراشد. ولا تستطيع المحكمة أن تقرر مع من أو من تصدق. أحيانا الأطفال لديهم الكثير من الخيالات وهذا ممكن. ولكن القوانين اليوم عليها أن تقف بشكل صارم أكثر. لتتدخل في هذه الخلية الأولى التي ننشئ فيها هذا المزيج الدافئ. المزيج الذي نتذكره دوما في كل مرحلة من مراحل حياتنا وهو البيت الذي نشأنا فيه. حب الأب وحب الأم وحب الأقارب. هذه أحد الأمثلة على امتزاج الحب مع الكثير من الإساءة. بإسم الحب والمحبة نستطيع أن نقوم بالكثير من الألم لمنهم حولنا. وكل سوء فهم لهذا الحب سوف يؤدي إلى شخصيات مشوهة في المستقبل. وإلى تصرفات ستكون قريبة جدا من تصرفات الضحية. الضحية التي تقودنا إلى أخطاء أكبر في الحياة. عندما نتصرف كضحايا لأي اعتداء حصل معنا في حياتنا. هو أحد الأسباب المدمرة لأي إنجاز سنقوم فيه في مستقبلنا. لأي قدرة على النهوض عندما نسقط. مني أنا لميس جديد. نعيون شرقية على الغرض. تابعوني. بحبكم. باي باي.